السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفة اولى يا رب اكونوا بخير. ان شاء الله هكون معاكم في مادة الاورجانيك كيميستري. المادة ان شاء الله هتكون مادة وسهلة وجميلة. هتعتمد بنسبة كبيرة جدا على الفهم. تعتمد على فهمك لها. وطبعا انت كنت فهمت منها او عرفت منها جزء بسيط في سنوية عامة. جزء بسيط خالص. كشور هنكمل عليها بقى على مدار السنتين اللي جايين دول. دي ان شاء الله هكون اول حصة اورجانيك لك. انت خدت مفهوم الاورجانيك وفهمت عنها معلومات. احنا بقى هنبدأ ونعرف مقدمة عنها كده. وبعدين بقى ان شاء الله بعد المقدمة دي اللي هتمتد الى ما يقرب من خمس او اربع محاضرات. هتلاقي نفسك بقى بتغرق في الامتحانات. هتغرق ان شاء الله في التفاعلات براحتها. المقدمة هي بفع شوية كلام نظري. وبعد كده ننقل على التفاعلات. اورجانيك هي الكيميا اللي بتهتم بدراسة المركبات اللي بتحتوى على زارة الكربون. ده يا جماعة حاجة مميزة جدا جدا للارجانيك هو وجود زارة الكربون في المركبات بتاعة الكيميا العضوية او المركبات العضوية عموما. فبنقول كده يا جماعة اورجانيك هو طبعا التعريف نادرة ما ييجي في امتحان. ولكن اعرفوا انك هتدرس اخرها سي. هندرس الكربون المركبات اللي بتحتوي على زارة الكربون. تم. احنا كده خلاص هنبدأ بقى نمشي مسيرة كده ما يقرب من سنتين. هنعرف فيها مركبات بتحتوي على زارة الكربون. هتقدر تكمل بعد كده على مدار السنين الجافة كلية. فمش هينفع نمشي كده مع بعض واحنا مش عارفين اصلا ايه خواص الكربون. او زارة الكربون دي بتعمل ايه اصلا. فزارة الكربون يا جماعة بيقول لك ان اللي هي خواص. الخواص دي اول حاجة في زارة الكربون بيقول لك ان هي اسمه الاتوم. ودي حاجة بسيطة جدا او حاجة سهلة. ليه? لان زارة الكربون يا جماعة الاتومك نمبر بتاعها صغير اللي هو اه ستة. فهتلاقي اسمه الاتوم. تاني خاصية بيقول لك ان الكترون نيجاتيفتي بتاعت الكربون يعني الكترون نيجاتيفتي. السالبية القهربية. السالبية القهربية دي يا جماعة دايما لما بجاش راح بشبهها بمغناطيس اللي هو ايه? مغناطيس بيجزب الكترونات الربطة نحو نحو. يعني يعني القلم ده كده اهو القلم ده كده زر عندها سالبية قهربية عالية. فهتعمل ايه? هتسحب الكترونات الربطة اللي هي مرتبطة مع زره تانية. في اتجاهها. ده كده باختصار السالبية القهربية. ان شاء الله من ضمن المواضيع اللي هتقابلنا ان شاء الله في التفصيل هو الالكترون نيجاتيفتي. فبقى لك ان الالكترون نيجاتيفتي بتاعت الكربون هتبقى تقريبا يا جماعة باتنين ونص. الخاصية التالتة قوية الاهم بالنسبة للكربون وهو يا جماعة ان زره تستطيع ترتبط بنفسها بالشكل كده. بترتبط بنفسها بالشكل كده. وكمان تستطيع ترتبط بزرات اخرى. يعني بالشكل انت شايفه قدام منك ده. تستطيع ترتبط بزرات اخرى. تمام كده? ومش بس كده ده بترتبط كمان بزرات اخرى او بترطيب بنفسها عن طريق مش رابطة واحدة يعني مش مسلا لا ده بربطة احدية وسنوقية وسلسية اللي هو هنقول عليهم بقى التعريفات الجديدة بقى اللي هي الدراسة بالانجليش اللي هي الرابطة السلسية اا ان شاء الله يعني مع الوقت كده باستمرار ان شاء الله اا في خلال تنهربة محضرات كده هتلني الدنيا اسهل والدراسة الانجليزي امتع كمان تمام اا ندخل على التفصيل اللي بعد كده يا جماعة وهي احنا ترى هندرس الكاربون اتم فناخد الاتم نفسه لو يعرف الاتم ده تتكون من ايه فالاتم جميعا عارفين ان الاتم هتتكون من نيوكلياس فالاتم بتتكون من ايه يا جماعة من نيوكلياس تمام تمام ويه نيوكلياس ده يا جماعة نيوكليس يعني نواء تمام فبيقول لك ان الاتوم هتتكون من نواء. ويه النواة او نيوكلاس ديها جماعة بتتكون او بيدور حوالين منها سير رون دباي من انيرجي ليبل. من يعني رئيسي. انيرجي ليبل يعني مستويات طاقة. يبقى مستويات الطاقة الرئيسي. بيقولك ان نيوكلاس يا جماعة في الاتوم بيدور حوالين منها الكترونيات في مين انيرجي ليبل. او شل. كلمة شل معناها برضو مستوى. تمام كده? اه ده كده بالنسبة للمين انيرجي ليبل. طب احنا عارفين من سانة يا جماعة ان ده لو مين انيرجي ليبل فهو بيتكون ان مستويات الطاقة الرئيسية بتتكون من مستويات اصغر او مستويات تانية اسمها مستويات الطاقة الفرعية اللي احنا بقى نقول عليها لمسهمة الجديد. اسمها ساب ليبل. كلمة دي دايما بتدل على الفرعية. بتضم بتدل على حاجة فرعية. فساب شل او ساب ليبل ده جماعة مستويات طاقة فرعية. طب المستويات الفرعية دي يا جماعة في منها اربعة. احنا عارفين هم اربعة درسناهم قبل كده. وهم المستوى الفرعي اس. المستوى بنرمز له بالمستوى اس والمستوى الفرعي بي والمستوى الفرعي دي والمستوى الفرعي اف. حضرتك دراسة الكلام ده ودي اه وحنا كده بنعييد عليه. تمام. طب. ده او المستوى الفرعي ده بيتكون من مكونات تانية وهي يا جماعة الاربتالي. يبقى ادي يا جماعة اربتال. تمام كده? واحنا عارفين يا جماعة ان المستوى الفرعي اس ده المستوى الفرعي اس ده بيتكون من اربتال واحد. البي بيتكون من تلت اربتالات. الدي بيتكون من خمسة. الاف بيتكون من سبعة مش علينا الدي والاف. لان احنا حضرتك ندرس الكربون ست الالكترنات فانت هتوزع لي ست الالكترنات سهلة جدا مش ترجع للدي والاف. تمام? اه طب كلنا عارفين ان الاربتال الواحد بيبقى عنده اتنين الكترون او بيشغل اتنين الكترون. اتنين الكترون بنقول عليهم في في غزل متعاكس. تمام كده? اه علشان يقلله طاقة التنافر معنا من المعلومة دي. فكده يا ما عرفنا ان 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 الاتوميك او اللي هي الفرع اه اس وبي ودي واف. وعند كده بيتكون من اربتال وكل اربتال في اتنين الكترون. معنى ذلك ان الاس اللي عندها اربتال واحد هتتشبع او اقصى درجة تشبه عليها اتنين الكترون. والبي ستة. والدي والاف مش علينا او مش علينا التفاصيل بتاعته. تمام جد. اه بيقول لك بقى ان الاس اربتال ده والبي اربتال ده اللي احنا هنهتم بهم اكتر. الاس واربتال يا جماعة كنا بنقولها عليها يام سنوي عنده شكل كروي. كروي الترجمة بتاعته فاحنا دلوقتي يا جماعة لو قلك انت عاوز او انا عاوز اعرف شكل او بتاع الاس فالاس يا جماعة هبتبقى اما البي البي كنت انت بتقول عليها ايام سنوي عبارة عن كمستراتين متقابلتين. لا هنا بقى نقول عليه ضمبل الشيم. ضمبل اللي هو عامل زال ضمبل بتاع الجيم كده. الناس اللي بتروح الجيم فبتلاقيه عامل كده يا جماعة عبارة عن ضمبل الشيم. ده البي. تمام كده? والبي بيتكون من آآ تلات آآ قربية تلات اللي هو بي بي اكس بي اكس وبعد كده يا جماعة في بي واي وفي بي زد اللي هو على المحور الرأسي. تمام جدا. آآ ده كده بالنسبة الشيم. في معلومة تانية بقى وهي يا جماعة ان آآ نقولها بالمرة المعلومة المعلومة دي قبل ما نعرف الماس نمبر والاتوميك نمبر وهي الفيلانس. الفيلانس ده جماعة او الفيلانس تشيل اللي هو مستوى التكافق اللي هو جماعة بنقول عليه اللي هو الاوتر ليبل. الاوتر ليبل اللي هو انها الفيلانس بقى اللي هو التكافق ده جماعة بيعبر عن دي الالكترونيات الموجودة في المستوى يعني من خلالها بيعرف اه اه انا هيبقى عندي الزره وتقدر تكون كام ربطة وحاجات كده مش علينا التفاصيل دي مش مهمة دلوقت. طب انت دلوقتي قلنا ان الكربون الاتوميك نمبر بتاعه. اتوميك نمبر يعني العدد الزري. والماس نمبر اللي هو العدد الكتل. طب الاتوميك نمبر بيعبر عن ايه? قال لك ان الاتوميك نمبر ده بيعبر عن عدد البروتونات داخل النواة. عدد البروتونات بيعبر عن عدد البروتونات او عدد الالكترونات اللي بتدور حوالي النواة. تمام كده? ده كده بالنسبة الاتوميك نمبر. فالاتوميك نمبر يا جماعة هو ايه? هو عدد البروتونات او الالكترونات اه اللي حول النواة. الماس يعني كتلة. فالماس نمبر العدد الكتلي ده يا جماعة مجموع البروتونات مجموع البروتونز والنيوترون. تمام كده? فمجموع البروتونز والنيوترونز ده يا جماعة بيعبر عن العدد الكتل. طب المعلومة بقى المهمة بقى اللي بتيجي اسئلة امتحان وجات قبل كده وهو يا جماعة بيقول لك ان العنصر ممكن يبقى ليه اكتر من عدد كتلي. العناصر بتختلف العدد الكتلي. تمام كده? زي مسلا انت الوقت معاك كربون اه مسلا كربون سي ستة. السي ستة اتناشر مسلا ده بيبقى النسبة الاكبر في الطبيعة. فيه لي نظير. نظير يعني ايه? يعاني الكربون العدد الكتلي بتاعه او العدد الزر بتاعه هيبقى سابق بس هيختلف العدد الكتلي ده يا جماعة. وده بنقول عليه مصطلح ايزوتوب. الايزوتوب ده معنى ان انت هيبقى عندك تو ديفرنت اتم وز ديفرنت ماس نامبر. تمام كده? او سيم اتم وز ديفرنت ماس نامبر. ده كده معنى الايزوتوب اللي هو النظائر. تمام? نعم احنا كده خلصنا اه تعريف الاورجانيك والاتوميك وخلصنا الماس والاتوميك نامبر والفييلانس والفييلانس والشيال. احنا عايزين دلوقنا ندخل دلوقتي في حاجة يعني الكتروني تكون يعني التوزيع الالكتروني. انا دلوقتي قلتلك ان انا معايا معايا ست الكترونات في زارة الكربون بعاوز اوزعهم هوزعهم ازاي حضرتك كنت درست التوزيع الالكتروني في سنوي مش مطالب دلوقت ان احنا نوضح لك ازاي او تم ازاي فكنا بنوزع بنقول لها جماعة ان انا معايا مثلا توزيع الالكتروني بيبقى اتنين اربعة ده التوزيع العادي اللي هو كنا بنقول له عليه المستوات الفرعية اللي هي تمام كده فبنوزعهم ازاي بيقول لك ان المستوى الاول بيحتوي على المستوى الفرعي والمستوى التاني بيحتوي على المستوى الفرعي وتو بي تمام كده بالنسبة لها كده بالنسبة للمستوى التاني المستوى التالت بيبقى احبارها عن سري اس تمام ما علينا باللي بعد لان اقصى حاجة انت هتتعامل معها هي فهيبقى التوزيع الالكتروني بتاع الكربون اه وان اس تو تو اس تو تو بي تو تمام كده ده كده كده بالنسبة لالكترونيك كنفيجوريشن بتاع زارة الكربون طب السؤال ليه بقى انا بعرفك المستوى التطاقة الفرعية وليه بعرفك الاس والبي والحاجات دي لان اصلا موضوع الفيديو او الموضوع اللي احنا داخلين ننقشه النهاردة في الفيديو ده هو اسمه هايبرديزيشن يعني ايه هايبرديزيشن هايبرديزيشن يعني تهجين وما كانتش ينفى ان انا اقول لك الموضوع في بداية الفيديو علشان انا عاوز اوصل لك بالاساسيات بتاعته اللي هتوصلنا لي تمام كده فاله هايبرديزيشن ده يا جماعة لما جينا نوزع زارة الكربون ونوزع الاوربتالات ونشوف زارة الكربون يا جماعة لقينا ان انا ده ده كده بالنسبة للوان اس تو ده كده بالنسبة بتوزع الالكترونات فراضة تمام كده بنوزع هوند قال لك ايه فاكر هوند هوند بتاعسان وقال لك انت هتوزع الالكترون فراضة وبعد كده يحصل ازدواء هتوزع المستوى الطاقة الاقل وبعدين مستوى الطاقة الاعلى فهتوزع فراضة وبعدين يحصل ازدواء ده كده بالنسبة للوان اس وده كده بالنسبة للتو اس. المستوى الفرع تو بي عندك تو بي اكس تو بي واي تو بي زد. تمام? قال لك الاول هتوزع فراضة يا جماعة. فالاربطال الاول ياخد الكترون والاربطال التاني ياخد الكترون. لو عندك كمان اتنين الكترون فهتوزع كده فراضة وبعد كده التالت يدخل هنا ويعمل الدوان. فاهم ده كان شغل سانوي تمام? ما علينا بيد الوقت. ده كده بالنسبة للتوزيع الاكلتروني بتاع الكربون فلما جاينا نرسم زرطة الكربون. ونرسم التوزيع الالكتروني بتاعها. لقنا يا جماعة ان زرطة الكربون عاملة بالشكل ده. عاملة هحنا طبعا الاكترون ده. الالكترون مفرد مع الالكترون المفتد. وعندها لون بير. وعندها ايه? يعني ايه لون بير? لون بير ده جماعة معناه زوج حر من الالكترونات. زوج غير مرتبط. يعني مش الاكترون واحد. احنا كلنا عارفين يا جماعة ان البند يعني الربطة ينشأ ازاي? بيبقى عندي الاكترون مع الاكترون بيشاركوا مع بعض يكونوا بند. يبقى لو انا عندي الاتنين الالكترون دول ومش مكووري الربطة. الاتنين الالكترون دول بقول عليهم لون بير. تمام كده? دول كده اسمهم لون بير. انا بحكي لك بس القصة من الاول واللي طلع بمصطلح اسمه تهجين. تمام? لون بير. وده كده بيتكون مسلا واللي اكون هيكون ربطة مع هيدروجين وده كده ربطة مع هيدروجين. طب بزمتك انت درست كده في سنوية عامة? انت درست ان نزارة الكربون تعمل ربطة زين بس وعندها لون بير? لا. احنا عارفين ان نزارة الكربون بتعمل اربع روابط. بتعمل يا جماعة بتعمل اربع روابط. تمام? فزارة الكربون بقى هتعمل ايه? هتعمل حركة اسمها اصارة. وحركة اسمها هايبر ديزيشن. تعال نفهم الموضوع بالتفصيل دلوقت. احنا اتفقنا ان زارة الكربون مش تنفع تعمل ربطة بس لازم تعمل اربع روابط. بمعنى لازم افك اللون بير ده افك الاتنين الكترون دول. وهخليهم كل الكترون لوحده. هو ده اللي التهجين يا جماعة هيوصلهوني. فده هيكون ربطة وده هيكون ونربطة وكده بكون زارة الكربون بقى طبيعية عندها اربع روابط. تعال ندخل بقى في الموضوع في آآ عمق الموضوع وهو التوزيع الالكتروني بتاع الكربون بالتفصيل. قلنا جماعة ان التوزيع الالكتروني هيبقى الوان اس مش هنستخدمه في التوزيع اللي انه اصلا مش هنستخدمه في الاسارة. هايبقى طو اس تو وعند التن آآ تن الكترون وعدين اللي التو بوقت فيه الالكترون. خلاص زارة كربونش ini في هتعمل كده في هل قد يعمل ايه مش كده مش طبيعية زي ما اضحنا كده مش طبيعية في هتعمل ايه? هتعمل اصارة هتعمل اصارة يعني 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 انتقال الكترون من مستوى طاقة thiка A ala مستوى طاقة اعلى من في دول مستوى طاقة M داب مين الاعلى فالالكترن يا جماعة هاتقل بالشكل ده كده جماعة ده كده اول خطوة في التهجين الخطوة الاولى اسمها ثمسون طيب الالكترون او التوزيع دي كده يا جماعة احنا بنقول عليها الجراوند ستيت. بنقول عليها ايه? جراوند ستيت. حالة مستقرة. انا ما عملتش حاجة ما غيرتش في الزرة. ما ديتهاش طاقة. عشان الالكتروني ينتقل. طيب لما انا ديت الجراوند ستيت دي طاقة. وعملت حاجة اسمها فالحالة دي اسمها يا جماعة. تمام كده? تمام. هناخد بقى الجزايت ستيت دي ونشوف. نشوف ايه? ونشوف التالي بقى. تعال نبصوا مع بعضي كده. لو انا عاوز لو انا عاوز اكون كربون. كربون كل الروابط بتاعته مفرضة بالشكل ده كده يا جماعة. كل الروابط بتاع الكربون هنقول عليها تهجين سب سري. تمام. لسه واحدène واحدة جدا هنعرف مهم shells بسري. ولو انا عاوز اكون كربون لو انا عاوز اكون كربون يا جماعة الروابط بتاعته في الفصل دي بالشكل كده هيبقى له نوع تاني من تهجين اسمه اسب بي تون طالب لو انا عاوز اكون كربون بالشكل ده كده عنده آآ ده يبقى نوع من التهجين اسمه بمعنى عاوز اقول لك ان انت في التوزيع او في الكربونة اللي عندها آآ كل الرابط بتاعتها مفردة بتعمل حاجة بعد لما عملت بتعمل حاجة اسمها تهجين بمعنى انت لوقتي عاوز كل ربطة من دول بتعبر عن الكترون مفرد فانت عاوز تطلع التلات او الاربع الكترونات دول تدمجهم مع بعض وتطلع كل الالكترون لوحده او كل الكترون مفرد مع بعض تعال نلصب مع بعض كده آآ بص يا جماعة الالكترونات دي ده اس وده بي طب لما الالكترونات اس مع بي ده كل الالكترون مختلف في الطاقة وفي الشكل الاس ده مختلفين فهم نرغب عن الحاجة اسمها التهجين ده اللي هو اول ميكسنج بتاع الاربطالات ده علشان يطلع لي حاجة جديدة تعال نفهم مع بعض فانت عملت الاس بي سري هجنت اربطال من الاس مع مع تلاتة من البي فطلع معي اس بي ثري هايبرديزيش بالشكل ده جماعة هيطلع معانا بالشكل ده كده هيطلع معانا بالشكل ده كده فالاول كان معانا اربطال اسمه اس واربطال اسمه بي دلوقتي انا عارف فين الاس ولا فين البي لا اللي اتنين اندامجوا مع بعض وعملنا حاجة اسمها هيبرديزيشن من نوع اس بي سري ده كده او الاربطال اس بي سري اس بي سري اس بي سري تماما انا عاوز ارس مزارة الكربون ده بقى بي اربطالات المهجنة بالشكل المهجن قال لك دائم ايه قال لك الكربونة هو الكربون الاربطال اس كان ضم بالشيف والاس كان سفيريكل والبي كان ضم بالشيف الجديد بقى اللي هو المهجن اللي هو الافضل بالنسبة لي هيبقى حاجة اسمها هاف ضمبل هاف ضمبل بترسم يا جماعة بالشكل ده كده بترسم بالشكل ده كده 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 ده كده بالنسبة لزارة الكربون اللي عندها كل الاربط مفردة بمعنى ان زارة الكربون اللي عندها كل الاربط مفردة ده جماعة بتبقى موجودة اكتر في اللي هو بتبقى موجودة طبعا في الالكان هو كل الرابط بتاعتي مفرده, وده جماعة اللي احنا هنرسمه دلوقتي ده هيعبر لي اكتر عن جزء الميسان اللي هو سي اتش فور اللي هو بترسم ازاي سي اتش طلع كده بالشكل ده كده. ده كده بالنسبة لجزء الميسان. فانا دلوقتي اطلع مع الاربتال اس بي سري. كل الاربتالات ده جماعة اس بي سري هو بالشكل ده كده. تمام? كل واحد عنده واحد الوان الالكترون. طب. انا الوقت كونت اللي هو الاربتال اس بسري. لازم اشوف حاجة تانية اللي هو الهيدروجين يكون عنده الالكترون علشان يشتركه مع بعض يكونون للربطة. فجماعة الهيدروجين بيبقى عند الالكترون في المستوى الفرع اس اللي هو بيقى فكل الهيدروجينة من دول يا جماعة بنوضحها بالشكل كده. بالشكل اللي هو الاربتال ده كده. اللي هو الاربتال وان اس. كل واحدة بتشترك Geldoingوس عن دول الكترون والس عن دول الكترون. وان اس عن دول لكن تمام صلاة عن هذه كده احنا عاملنا ايه. عاملنا التهجين الاس بي سري كده انت طلعت ايه طلعت اربع رابط مفردة الربطة المفردة دي الربطة المفردة او الربطة دي بنقول عليها رابطة سجما. لانها بتنشأ من الاربتال مهجن مع اربطال غير مهجن وهروف تمام كده تمام ده كده بالنسبة للتهجين الاس بي سري فنقدر نخلص كده مع بعض الاس بي سري ونعرف كل معلومات بتاعته انت في التهجين هتبع وستعرف ايه عايز تعرف نوع التهجين نوع التهجين مسلا اس بي سري اس بي اس بي اس بي بس كده وعايزين نعرف اللي هو الشيب شكل المركب هو ما هات جميع بي بعمل ازاي لو جيت توصل يا جماعة الاطراف دي ببعضها كده هتلاقي ان انت هتبع معاك حاجة اسمها حاجة اسمها تيترا هيدرال بايريميدل يعني ايه هارم رباعي الاول لو جيت تبص ان الكربونة دي في الفراغ هتبقى طالعة كده داخلها جوه الصبور او طالعة البره بتعمل حاجة اسمها هارم رباعي الاول فالشيب بتاع الاس بي سي اسمه تيترا هيدرال بايريميدل تمام البوند انجل بقى اللي هي بند ما بين الرابطة دي والرابطة دي يا جماعة الرابطة دي والرابطة دي كل رابطتين من دول البوند انجل دي اسمها بان بقى البوند انجل دي لما اسناها لقناها بمية تسعة ونص بمية تسعة ونص وجينا برضو نقيس حاجة اسمها البوند لينس ايه هو البوند لينس اللي هو طول الرابطة في فرق ما بين البوند انجل وطول الرابطة نفسها تمام جينا نشوف البوند لينس اللي ان ان السنجل بوند اطول حاجة اصلا في البوند لينس الطول بتاعها بواحد ون بمعنى انا دخلت كام اربطال من الاس مع كام اربطال من البي النسبة انا بقول لك هجنت واحد اس مع ثلاثة من البي واحد واحد قصات ثلاثة ادي واحد قصات ثلاثة بمعنى لو هم مية في المية واحد بلكم من اربطال بمعنى سيد Hear that the current time fall 25% ان اربطال ب Turkissement would be 75% ثم الان isric bullsdxipone اكل معنى انا قلت لك سيدبقى عن عبارة عن تهجيم من نوع او تهجنا البلس ا Baggant من الاس مع 4بتال اasma انا بمر سيدبقى الى Relaxing اللي هو زي جزء الاسلين الاسلين اللي هو ده يا جمان انت كنت تقول عليه اسلين بالشكل ده كده عنده بالشكل ده كده كنا بنقول عليه ان هو دي بتبع عبارة عن ربطة سجمة ووضحنا ازاي بتتكون مع ربطة باي هنوضح دلوقتي ازاي الربطة بتتكون الرابطة باي بتتكون تعال نشوف كده الاس بيتو الاس بيتو ههجن ايه ههجن اربيتال واحد من الاس اللي هو الاربيتال واحد من الاس الموجود معي مع اثنين من البي فنشوف كده انا هجنت ادي واحد فهيطلع معي انا هجنت واحد مع اثنين المحصلة بكم بتلاتة فقادي يا جماعة كده اربيتال من الاس مع اربيتال من البي هو اربيتال من الاس مع اربيتال من البي بدأ معي فاضي او البتال يعني مش متهجن وانه هو بيزيد بيزيد سيكون فيه الكترون وليس متهجن بالشكل ده كده شوف الرسمة بتعمل ازاي قل يجب كربون بترسم حوالين منها الالكترونات المهجنة او البتالات المهجنة، فانت تجيب كربون بالشكل كده حوالي منها التلات اربطالات مهجنة هاف ضمبل هاف ضمبل هاف ضمبل وعندها كمان عندها اربطال بي زد مش متهجن الاربطال البي اللي غير مهجن الرسمة بتاعته او الشي بتاعه بقى عامل ازاي بيبقى ضمبل بالشكل ده كده جمع يبقى اللي بالاحمر ده كده هو البي زد ده كده البي زد النما ده س 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 ls Mrlv ο az also sb2 ده جماعة بيظهر في الا الكين. والا الكين هذا اقل حاجة او اقل ارد في الا الكين هو عنده كربونتين مش يكونوا كربونة واحدة انا بيبقى عنده ضمبل بان первый والضمبل مندي دي عشان تكون اقل الحاجة كربونتين تمام بيظهر ضم واحده كده الا هو كده بالشكل كده وهنعرف تلكون كتابة كما نقوم بتجيء ciert كربونا الثانية اما يطاف المهجن نصير الأوربطال الثالث 今고요 قال الخو المهج seinem الأوربطال الرأس وبوابة الأوربيطال المهجن بخلوي محبي بكل ما مهجن أوربطال الرأس بداخل مثل أوربطال المهجن تدخله بالرأس بالشكل ده جماعة وهو بالشكل ده كده داخله مع بعض بالشكل ده كده تدخل بالرأس وكوللي حاجه اسمها وكورن قول لي أنتم تدخل مهج تدخل بالجنب او تدخل بالجنب بالشكل كده بالاتمينくن بالتبدل مع بعض بالشكل كده الاستمرار قصة الربط باي بتتكون وهو مع اوبط تكون ربط باي بالشكل كده هيا يسأل سؤال ماهي دكتورة ما عملتش عبارة عن سحابة الكترونية كده او لماذا ما عملتش خط واحد كده اقول لك لان الرابط باي دي من المميز لها ان هي بتبقى عبارة عن سحبتين الكترونياتين بالشكل ده كده يا جماعة وهناعرف المقارنة بالوقت ما تستعجلش وده كده هنا اتش وهنا اتش هنا اتش وهنا اتش الاتش هيعمل ايه؟ هيجيب الوان اس بتاعه من هنا مع الوان اس من هنا وهيدخل برضه على الكربونة دي يجيب لي وان اس كده موان اس كده ده كده بالنسبة انا اعرف المعلومات بتاعت اول معلومة عنه الشيء انا اعرف الشكل بتاعه بيعمل ازاي بيبقى يا جماعة بالشكل ده كده بيبقى عبارة عن عارف انت اللي هو لو جبت طلع كمان كده مع القلمين دول كده بيبقى عبارة عن حاجة مسلس كل زاوية فيه مسلس مستوي كل زاوية فيه بمية وتسعة بمية وعشرين فبيقولك تريجونل تريجونل بلانر يعني مسلس مستوي يعني بيبقى كده يا جماعة بيبقى بالشكل ده كده ده كده بالنسبة للشيء تمام؟ فالزاوية ما بين البند انجل بتاعه كل واحدة من دول يا جماعة في الفراغ بتبقى عبارة عن مية وعشرين البند انجل بمية وعشرين البند لينس بيقولك اي بقى البند لينس هنا هتقل هقولك حاجة الوقتي هقولك حاجة الوقتي كل ما انت بتزود يعني الاس هنا بزيد كل ما البند لينس يا جماعة بيقل تمام؟ هنعرف المعلمة ده في الاخر سيبك من البند لينس الوقتي ان هنا البند لينس بمية وثلاثة او واحد وثلاثة من عشرة انجلستروم تمام كده؟ دي كان من بالنسبة للبند لو انا بقولك هجنت واحد من الاس مع اتنين من البي الواحد بيعبر عن التلت والاتنين بيعبر عن التلتين فالاس بيقام ب 23 تلاتين وثلاثة من عشرة والب بستة وستة بستة وستين وسبعة من عشرة في المية فده جماعة بيعبع على المركبات اللي فيها دبل بند فانت لو شفت اي حاجة فيها دبل بند زي هنا كده مسلا او دي عمل زي بند فهدي بنقوا على نوع التأجين بتاعها اس بي تو ان LIVE-SAGBTU نحن ايالا تحصل على SP-SB-S3 يحصلS-B BU يكون من الس مع الشرح لو بيشümü بمساحه و بيطه بإمكانك انت فcomm لأنه من السقال كأنها تكون تتلقاا pole يجب لك اتم معينة ويشاور لك على ويقول لك حد نوع التحجين بتاعه ويجيب لك مثلا مع جلومة مثلا يقول لك التريجونال مثلا بلانر ده بيعبر عن نوع التحجين Sb2 والSb3 والSb فالاسئلة تبقى مختلفة هنتابع الاسئلة مع بعض بس انت افهم المحاضرة وانا عاوز اوصل لك ايه في المحاضرة دي تمام احنا قلنا الSb يبقى مره عن ايه هجر واحد من الS مع واحد من الB وهم كلهم اربعة فايبقى ايه او هيتبقى الBx والBz تمام كده ايه دي يا جماعة ههجر الالكترون ده مع الالكترون من الB الالكترون مع الالكترون فيطلع لي شكل هيتطلع معايا التحجين بالشكل ده كده ومعايا اللي هو الBY الBY والBz دي يا جماعة مش متهجنين تمام كده فعلشان نفهم بقى اللي هي الزاولة والحاجات دي تعال نرسم مع بعض ادي يا جماعة احنا قلنا ان ده هيظهر في المركبات اللي عندها triple bond اللي عندها ربطة ثلاثية بالشكل ده كده اللي هو مسلا ده ابسط مثال جزء الاسيتلين تمام نرسم كربونة حوالين منها ايه حوالين منها اربطال مهجن مع اربطال مهجن كربونة حوالين منها اربطال مهجن مع اربطال مهجن ده هتحس ان 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 الزاوية دي كده بمية وتمانين تمام او بصد هنا هتلاقي ان ما فيش ما فيش مسلا آآ زوايا آآ متعامدة او حاجة زي كده لأ ان الزاوية هنا بتبقى مستقيمة مستقيمة بالشكل ده كده التبرق بتبقى مستقيمة فالاس بي هيبقى الشيب بتاعه لينيار وي طالما لينيار البند انجل بتاعته هتبقى بمية وتمانين هنا الزاوية هتبقى سيارة هتبقى بواحد او واحد واتنين من عشر انجلستروم هنا بقول لك اس بي اس بي كل واحدة بتمثل كام اس و بي يبقى الاس بخمسين والبي بخمسين الاس كاراكتر بخمسين والبي كاراكتر بخمسين طبعا ده يظهر يا جماعة في المركبات اللي عندها تريبل بند لان تريبل بند دي هيبقى واحدة باي او او واحدة سجمة مع اتنين باي وبييظهر برضو لو انا عندي زرة زرة معينة بالشكل ده كده مسلا عاملة او عاملة اه دابل بند بالشكل ده كده مع دابل بند في الاتجاه ده ودابل بند في الاتجاه ده فدي كده ربطة باي ودي كده ربطة باي فالزرة دي هتبقى عاملة برضو اتنين باي بند فهتبقى كده برضو التهجيم بتاعها اس بي اس بي تمام اه برضو دي كده يا جماعة هيبقى الاتش اللي هي دي هتعمل بالشكل ده كده ويندي برضو الاتش بالاتجاه ده هتعمل بالشكل ده كده ساعات الرسمي تطلب في الشافة او في العملي في الساكاشن تمام فبرده احاول يعني ترسموا باديك كده على خفيف خلصنا كده جماعة موضوع اللي هو التهجيم بتاع الكربون تمام عاوزين برضو نراجع تاني كده على الرابطة باي والتهجيم من اول وجديد في الجدولين البوساط دول اول حاجة هتعرف معاني الرابطة سيجمة والرابطة باي من حيث القوة من حيث القوة الرابطة سيجمة مش اشوف قوية ازاي قوية لان التداخل فيها تداخل بالرأس التداخل بالرأس يعني ايه الوفرلاب بتاعها بالرأس يعني قوي بيقولك ان رابطة سيجمة صعبة الكسر لان بتبقى strong انما الرابطة باي بتبقى تداخل بالجنب يعني بشوف بالشكل كده بتبقى weak bond تمام قولنا دي هتبقى head overlap انما دي lateral overlap حاجة ان اعرف دل تتكوى ما بين ايه اربطالات مين بالزبط يكبر عدم هزارة أصاح الرابط أصاح الرابط في حلوس الرابط يتحدث القيام بها ф بالنسبة لربط الحرب يمكن أن تكون على مهجزة عربطة يعني مثلا S P vs S P ب Harbit there can charge تمام? تمام يا جماعة? فاس مع اس او بي مع اس او او اربطالين مهجنين. اه دي يا جماعة هتششك بتبقى مع الاربطالات الغير مهجنة. المميزة جدا مع الاربطالات الغير مهجنة. دي بتبقى التوق اللي هي البي بوند. انما السجما بوند بتبقى وان الكتروني كلاود. مهمين? ايه هم? بيقول لك ان رابطة سجما بتبقى عندها اندبندنت اجزيستنس. يعني ايه? رابطة مستكلة الهجود. يا جماعة في جوزين مثل لما رسمته في اللي هو الاس بي, رسمت رابطة سجما ومش لازم يكون معها رابطة باي. انما رابطة باي بتبقى ديبندنت على السجما بوند. و الوجود ده بيبقى معتمد على السجما بوند مش هينفع تتكون معاي البي بوند دي. لما سجتم تتكون مهجنة الاوى. تمام كده? نا كده بالنسبة المعلومة تقول. المعلومة التانية بقى بيقولك ان الربطة سيجما بيبقى عندها في روتاشن يعني ايه في الفراغ يا جماعة بتبقى بتتحرك يعني يعني ايه هديك ان شاء الله حاجات ده لان ما ندرسها في الجزء اخير من المناج اللي هو السري كيميستري يعني كده 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 عندها في روتاشن انما الربطة بقى بتبقى رستريكتد اللي هي عندها نور فري روتاشن ما عندهاش روتاشن نرجع تاني برضو على التهجين على سريع كده التهجين يا جماعة اللي هو الاس بي ثري بيبقى تترا振by ン انما انما انتهجين اللي هو الاس بي تو بيبقى flow انما بقى الاس بي بيبقى linear لذي البند الانجل مائة تسعة ونص مائة وحشرين مائة وثمانين الاا البند Low Quest زي ما انت شايف نخش بقى السüher الحاجة والفي و trovari przybye الذهاب بال Pin 1 with 3 B aggravate بس كده كده نخش بقى المعلومتين اللي احنا سبناهم وهي جماعة الالكترونيغاتفتي والبوند استرنز الهتينس والالكترونيجاتفتي بيقولك انه كلما الاسي بيزيد يعني ايه يعني اسي بييييييييييييييينrup لانه لو لاحسك يننفر lahقول ان الي هو عندها يزيد تمام؟ وكل الكون مع البوند مع البوند تديني طول ما بعمل السابقة تديني ستجد تعدين Streaction هتعики اتجد المبينة الرابطات تديني ق tąش 위Hyazord cantile وكل كل هم البوند callsار ستكسر هي لم ت symbolism إنما لو رابطات طويلة تكسرها بسهولة تمام؟ كلما البوند يختار تديني جائر والل den get rid轄 جائر بأنها تديني ندخل بقى على نوعية الاسئلة نوعية الاسئلة يا جماعة بتبقى بناء على قاعدة معينة يعني كل اللي انا شرحنا ده بتجاوب على السؤال بنقصين اتنين بس وهم ان انت لو عايز تحدد نوع التهجين لو عايز تحدد نوع التهجين هتعمل ايه يعني مثلا كربونة او كربونة زي كده عايز تحدد نوع التهجين بتاع هتعمل ايه هتقول اس بي هتكتب كده في المتاحة اس بي ان مينوس ون ايه هو بقى الان ده ده بالنسبة للقربون لو حاجة معلغاش شحنة مجابة او عليها شحنة سلبة او عليها لون بير انت هتشوف لو حاجة كده مش متأينة او معلغاش شحنات فانت هتكتب اس بي ان ماينوس ون الان ده يا جماعة هيعبور لي عن بيعبر لي عن ايه? عن عن عرب رابط السجما بون فلو انا عا euch Aaa اي لو عايز احدد نوع تهاجين ده هشوف هي هعملة كم ربطةへ واحدد نوع التهجين بص معاك ادي باي بند مش هتتحسب وسيجما بند هتتحسب وكل اتش بتبقى كل اتش يا جماعة في المركب بسيجما بند تمام دول اتنين اتش فالمجموع ادي واحد سيجما مع الاتنين سيجما بتول اتش بتلاتة تمام ناقص واحد فنقول تلاتة كده ناقص واحد فالتهجين بتاعه يطلع ايه بس كده ده كده القاعدة الاولى في التهجين تمام اه تعالي نشوف الكربونة اللي بعد ده تمام ناقص الكربونة دي عاملة كام بربطة سيجما دي رابطة سيجما واحدة مع رابطة سيجما واحد لان الاتنين دول بار تمام فايا جماعة هتشوف ان انت معاك رابطين سيجما فهتقول اس بي اتنين نقص واحد بواحد فيبقى اس بي اس بي اللي هو اس بي وان بالشكل ده كده تمام اه ده كده بالنسبة لتحديد التهجين تمام بتحدد التهجين بسهولة بالقاعدة دي ده بالنسبة لتحجين الكربون اللي هو اه اه معلوس الشحنات تمام ده لو حاجة عليها شحنات لو حاجة عليها شحنات زي مسلا اه زي مسلا اكسجينة دي اه الاكسجين يا جماعة بيبقى عليها حاجة اسمها تو لون بير اه موضوع الزرات التانية غير الكربون ده جماعة ده انا حابب افرد له وقت الواحده بعد ان شاء الله ما تاخد روحه كده او تاخد رست وتوقف او تعمل السوق للفيديو نكمل بقى شباب بعد ما انت خدت روحه كده اه هنكمل بقى في زرات غير زي مسلا الكربون او التهجين بتاعها قبل ما نبدأ بس علشان انا مش عاوز اقول لون بير بتاع الاكسجين مسلا عنده اتنين لون بير اه نيتروجين مسلا بواحدة السالفر او اللي هو الكابريت عنده اتنين مش عاوز اقول الكلام ده وانت مش فهمه نازم ارسم لك ونوضح مع بعض كده عشان الدنيا سهلة جميلة اه الاكسجين الاكسجين في المية الاكسجين انا لو عايز اعرف التهجين بتاعه في المية يا جماعة بالشكلة كده هيطلع عنده اتنين لون بير عنده هوضح لك دلوقتي اي اتنين لون بير بستعال نعرف مع بعض التهجين بتاعه هيطلع ايه لما يكون عنده اتنين لون بير بيقولك اي بقى بيقولك لو معاك لون بير في المراكب هتيجمعوه على درابط سجما فهيبقى العلاقة الثانية بقى اللي انت لو معاك شوح مي maladه هايبقى اس بي ان اللي هو على درابط سجما زي الدي اللي هو اللو م especially الحاجات دي انا اللي اقوله لك انا اللي اعاملها بنت痛ي علشان دي توضح لك او توصل لك المعلومة اسرح تمام فانت البلى الوقت تعالي نشوف الان بكم اللي ان انا عندي ادي رابطة رابطة س,-س verses مكام ادي بكلاء اتنى وكم لون بير اللون بير عند الاكسجين هنعرف دي سوابت يا جماعة اللون بير عند الاكسجين باتنى ادي كمان اتنين ناقص واحد هيبقى التهجين بتاعي اربع انا اص واحد بتلاتة فالتهجين بتاعي الكربون هنا هيطلع يا جماعة اه الاكسجين هنا هيطلع يا جماعة اس بي سري تعالنا اعرف ما ادي بقى ازاي التهجين بتاعه هنا طلع اس بي سري او نوضح التهجين بتاعه الاكسجين يا جماعة العديد الزر بتاعه تمانية. تمام? فهيطلع وان اس تو. تو اس تو. تمام? التو بي. لما هو تماني هيطلع عنده اربع الكترونات. فهيتوزع ايه? حسب ما هندا قال. هيتوزع فراضة. وبعدين يحصل ازدواج. بعدين يحصل ايه? ازدواج. طبع. طبع. طبعنا نبص كده. نلاقي فعلا انا عندي الكترون واحد مفرد هيعمل ربطة. وليكترون واحد مفرد هيعمل الربطة التاني. وعندي ده كده مش بدخل معنا في الحسابات بتاعي. وده كده هيتطلع باللوم بير. وده كده هيتطلع باللوم بيد. طبما خلاص ده كده بالنسبة خلاص. هيطلع. انا عندي عوز اعمل تهجين. عوز اعمل ان نعمل اه تهجين في اعمل فهيطلع معايا الالكترون بالشكلدة كده. الالكتروني التاني يطلع في الهدف ودي اول لوم بير زي ما هو ودي الالكتروني التاني اللي دخل في الهدف دخل على الاربيتال اللي هو التاني خلاص ده كده هعمل اس بيطو فيطلع معايا بالشكل هدا كده جماعة ادي اول اوربيتال بتاع الاس وادي اول لوم بير وادي تاني لوم بير وادي الالكترون التاني المفرد. لو ما فهمتش الكلام اللي انا قلته في الاكسجين ما تعلقش دماغك. كل انا عاوزك تعرف في الاكسجين ايه? ان هو التهجين بتاعه. بنحسب عدد لومبير اتنين. ونشوف عدد الرابط سيجمال اللي هو بيعمله. فالاكسجين كده يا جماعة هيبقى عنده ايه? هيبقى عنده اه 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 تمام كده? فيطلع اه 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 ا في المية ودي السجما بند لو جيت ايس الزاوية لو جيت ايس الزاوية او البندة انجل وتشوفها هتطلع مهاج بحاجة غريبة جدا مفروض تاجين اس بسري فتا في البندة انجل تطلع بكم مفروض تطلع بمية تسعة ونص لا هنا هتطلع بمية وخمسة ليه بقى بيقول لك في حالة الاكسجين هنا يا جماعة عندي طول لوم بير الطولم بير دول يا جماعة المفروض بدل ما الانجل اللي عاملة كده لأ اللوم بير ده جماعة بيتنفر مع الزاوية مفروض الزاوية مسلاة لو عاملة كده بيتنفر به من فعصة في ايش يدقى في قلل الزاوية بيتغط على الزاوية قال انت حتى لو لاحظت كده اللون بير ه vision السيلبه ده كده بتلقى بتضغط عز زاوية بتضغط مع الزاوية كده لان كده هو الاكترونات سياعة بتتنفر مع الزاوية بتعمل ده جماعة ده كدا بالنسبة للأكسجين لو انت بقى في البيت انت توزعلي النيتروجين فلما هتوزع النيتروجين يا جماعة هتلاقي عنده بالشكل ده كده عنده اربطال واحد اس بس ري اربطال وقت تاني اس بس ري والتالت والاربطال الرابع هيبقى عنده لون بير الكلام ده جماعة عازك تعرفولي في الامونية تمام? اه تعال بس نوضح التهجين بتاعه مع بعض ده كم ربطة سنجل مفردة او ربطة سجما تلاتة وقال ده لون بير بيبقى كده كل لون مجموعا باربعة مجموعا باربعة ناس واحد في التهجين هنا باي هيبقى اس بس ري تمام? اه هيطلع في الامونية الامونية يا جماعة لو بصيت هتلاقي ان هو عنده لون بير واحد لما تيجي توزع في البيت او هتلاقي الورق متوزع معاك هتلاقي ان هو عنده لون بير واحد تمام? فده كده كل واحد من دول هيكون لي ربطة مع الهيدروجين بالشكل ده كده واللون بير ده لون بير واحد لون بير واحد يا جماعة فالضغط بتاعه او البرشن بتاعه مع الربطة مش هيقللها اوي زي في حالة الربارشان بيبقى قليل فالبند انجل هتبقى قليل عمد ساعة ونص بس مش قليل قوي فالبند انجل هنا في الناتروجين هنا هتطلع بمية وسبعة تمام كده يا رب تكون استوعب المعلومة دي ندخل بقى على النوع تاري من التهجين اللي هو البوران او البورن في مركب البوران مركب البوران ههود بالشكلة كده المركب البوران ده لو جيت برضه تشوف هتلاقي عمل ايه البوران ده ما عندهش لومبير وهنعرف دلوقتي ليه هو ما عندهش لومبير هنوزعه ونعرفه مع بعض فنشوف مع بعض كده ادي ادي ربطة اتنين تلاتة ما عندهش لومبير يبقى السجمة بتلاتة يبقى اس بي تلاتة نص واحد يبقى اس بي تو فالتهجين بتاع البوران هنا اطلق اس بي تو تعالى نعرف مع بعض ازاي البوران العدد الزر بتاعه اا او البورن اا العدد الزر بتاعه بخمسة تمام فنوزع مع بعض فهيطلع وان اس تو تو اس تو التو بي عندها الكترون واحد عندها ايه الكترون واحد فانت هنا في حالة الايه في الحالة اللي هو الجراوند ستيت خلاص انا عاوز بقى اروح لحالة اللي هيطلع بشكل كده اس بي تو الاس بيتو هتهجين من الاس مع الالكترون بيتو Got to stop يأشق معك بالشكل كده جماع في طالح س بي طو س بي طو س بي طو وعنده كمان أوربطال فاضي عنده ايه؟ أوربطال فاضي الأوربطال الفاضي من جلل موجود عليه contrib تمام؟ تمام لما يجيب لك المنتحة يقول لك مين اللي عنده جماعة في أوربطال سوف تقول له مين؟ يقول له البورن في مركب البوران تمام فالتهجيم الشيء في المركب البوران سيبقة تهجيم الس بي طو والزاوية ستبقى عادية جدا سوف ندخل بقى على الزرات المشحونة الزرات المشحونة يجب لك على السألة في الامتحان اظهر حضرتك لو جئنا مثلا نبص على مركب زي ده ونعمله مثلا تكسير او نكسر الربط بتاعته الكلور عنده سالبة كهرباء اعلى فتلاقي بيجب الالكترونات في اتجاهه فلما تيجي تكسر هتلاقي الالكترونات كلها عند الكلور بالشكلة كده الكسر ده جماعة هيخلق لي شو حنا مجابع على الكربون وشو حنا السالبة على الكور الكربون هنا يا جماعة اسمه عندي هنا كربو احنا بنقوله على الحاجة مجابع ايه؟ قطايون فكربون موجب بنقوله عليه كربو قطايون ما تستعجلش عن معلومة دي او ما تستعجلش عن حاجات دي انشاء الله هندرسها بالتفصيل في الانترو دوكشن تمام طب لو الكربون عليه شو حنة سالبة بنقها عليه كاربو قناين بنقها عليه كاربو قطايون تمام طب لو انه ده كده الكسر ده يا جماعة طوالما كسر غير متساوي يعني مش هنا هنا عسلا اكترون وهنا اكترون فالكسر ده بنقها عليه هتيرولايسز تمام؟ هتيرولايسز او هيموليتك او هتيروليتك تمام؟ لو انا عندي مركب ذا اريد ان اوضح لك المركبات المشحونة قد تسمى لو انا عندي مركب ذا دا القربون دا بيسحب من هنا بالتجاه بينها في القوة ومسحبها لما تكسر هتلاق الكسر متساوي هيطلع معك جديد مركب بالشكل الجديد اول مرة تسمعه اسمه وراديكال دا كده بالنسبة للكربون المشحون والكسر سنعرفه بعدين اسمه هومولايسز هذا كده بالنسبة للكربون مشحون فالكربون مشحون بيقولك ان الكربونة اللي عندها بيقولك ان الكربوكاتيون الكربوكاتيون والراديكال التهجيم بتاعهم سيطلع ستجد دايما سبتو كربوكاتيون والراديكال سبتو لان لو كنت شوف اني احنا مشنحسب الشوحن المجابه وهو عامل تلت روابط سيجمان نقص واحد باثنين يبقى اس بي تو نشوف كبقى اللي هو الكربوكاتيون الكربوكاتيون عنده شوحنة سالبة والشوحنة السالبة دي جماعة بنحسبها بنحسبها تمام؟ فهتشوف ادى واحد زي اللي هو كبير كده ادى واحد وثلاثة اربعة نقص واحد بثلاثة فالتهجيم بتاع الكربوكاتيون اس بي سري اكسبت ان ريزونانس ظهر معانا مصطلح جديد اسمه محتاج تفسير يلا بينا مع بعض ان نوضح مع بعض يعني ايه ونشوف ليه هو اكسبشن احنا انت بتعلم ان انت تتعمك في التفسير بتاع الروزونس الوقتي لا لان انت كلها مهضرة وتدرس بالتفصيل جدا وتفصله كله وتشوف كله بالتفصيل اه الريزونس ده بيعبر عن ايه بيقولك لو انت عندك مركب عليه شحنة لو مركب عليه شحنة بالشكل ده كده لو لقيت عالمركب شارج فين راحت فين شارج سواء كانت مجابة او سالبة او لونبير وبعد اللي شارج فيه سنجل شارج سنجل ضابل يبقى كده انت معاك ريزونس طيب ليه المركب بيعمل ريزونس لان ريزونس ده هندرسه بالتفصيل بيعمل استباليزيشن للمركب بيعمل ايه استباليزيشن بيزود السباتية بتاع المركب اللي بيحصل بقى بيقولك ان ان الشوحنة السلبة هتنزل الرابطة دي كده هنا وتعمل اه باي بوند كده والبي بوند دي هتطلع كده عشان الكربونة وتطلع هنا على شوحنة السلبة هنا مع اللي لابيت تفسير او مع اللي لابيت توضيح لو لقيت كربونة 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 او حاجة عملة شارج سنجل ضابل وش تحجينه اس بي تو تمام كده فتعال نشوف مع بعض كده المركب ده تهجينه اس بي تو تعرف تقول لي هتلاقي عندها شحنة السلبة اول ما الشحنة السلبة في الامتحان في التهجين اعرف مليون في المائن هو يجب لك الريزونانس ولغبطك تمام فلو كنت شوف هتلاقي ان الكربونا دي عملة ريزونانس فالكربونا دي يا جماعة تهجينها اس بي تو بتعرف تقول انت تهجين الكربونا دي يلا اه زي ما انت قلت لي جد اس بي سري ليس بي سري لان هنا الشحنة السلبة مش عاملة ده عاملة هنا كل سنجل اس بي سري لو بتعرف تقول لي هنا الكربو كاتين ده تهجينه ايه الكربو كاتين تهجينه اس بي تو سواء داخل في مش مش داخل او هو التهجين بتاعها على طول اس بي تو تعال هتلاقي النيتروجينة لي والنيتروجينة لي قل التهجين بتاعها لو طلعت التهجين بتاعه مسح تبقى برينس وفهمت المحاضرة كلها النتروجينيا دي عليه عليها 1 لومبير انت في الامتحال لما تشوف اكسجن لما تشوف اكسجن توضح تحط اللومبر كده بأيديك لو شفت الناترجن تحط اللومبير لو شفت لومبر واحد لو شفت السلفر على حسب التجابق بتاعه ولكن في الناترجن بعده يتطلق عنده 2 لومبير لو شفت هالوجين اللي هو القولور او البروم بتلاقي عنده 3 لومبير تمام كده ويحنا وضحنا لهن اتنين لومبير وليه واحد لومبير نشوف كده النتروجينة دي انت تعمل ايه النتروجينة دي هتحط اللومبير بتاعك ادي اول لومبير وادي اللومبير يلا طلع لي التهجينة انا بقول لك انا بقول لك الكربون النتروجينة دي تهجينة اس بي سري هل تعرف تقول لي ليه؟ هل النتروجينة هنا عاملة ريزونانس؟ هبتعلا نشوف ادي شارج سنجل سنجل طالما قلت سنجل مرتين ما ينفعش طالما قلت سنجل مرتين ما ينفعش فهنا الكربون مش عاملة ريزونانس خلاص نرجع بها الحالة العادية الحالة العادية هنا ايه؟ ادي هنا ادي اول رابطة باي اول رابطة سيجما واتنين كمان سيجما تمام؟ وهدي اللومبير مجموعهم كلهم بكمة اربعة اربعة ناس واحد بثلاثة فتاكين اس بي سري هنا اتشارج سنجل اول ما تنتقل كده في الامتحان يبقى انت على طول معاك التهجين بتاع النيتروجينة هنا جماعة اس بي تو فهمت؟ واصلت ليك المعلومة؟ انا بقى سيب لك الامثلة اللي هي موجودة معنا دي تحلها وتبقى تبعتلي الاجبات بتاعتها وان شاء الله هنحل السئلة كتير مع بعض بالسمرار اتمنى بس ان انت تكون فهمت المحاضرة دي كويس لان هتبدأ بقى بدايةا بالمحاضرة دي ما هتبدأ تتفتح معنا وتشوف معلومات اكدر في الايام اللي جاية واشوفكم على خير